المقطع الرابع إعداد ساحة العمل العترة الطاهرة هذا هو برنامجها هذه هندسة العترة لحفظ الدين أخبرونا بما سيكون عليه الواقع وفي الوقت نفسه جعلوا منهجهم طريقهم أبين من الشمس وكشفوا لنا الحقيقة الواضحة من خلال إعدادهم لرجال دين العترة الطاهرة وكذلك هناك إعداد وتهيئة لساحة العمل أقرأ عليكم مما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 313 رقم الحديث 225 الحديث عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن أبيه الهادي لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم الإمام يخاطبني ويخاطبكم يخاطب الشيعة فالقائم قائمنا والإمام إمامنا إذا كنا شيعة له لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه هذا الكلام بحسب ما يقصده الإمام من العلماء الداعين إليه بدعوة العترة الطاهرة لا بدعوة أي كان والدالين عليه بدلالة العترة الطاهرة لو لا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب عن أي النواصب يتحدث إمامنا الهادي بالدرجة الأولى إنهم نواصب سقيفة بني طوسي فهؤلاء هم الأخطر وهم الأضر هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والكلام هنا عن ضعفاء الشيعة وهؤلاء الضعفاء ما هم ضعفاء الأبدان ولا هم ضعفاء الأموال جيوبهم ليست ممتلئة بالأموال ولا هم ضعفاء في شؤون حياتهم الدنيوية هؤلاء أقوياء في أبدانهم أصحاء في عافيتهم جيوبهم مملوئة بالأموال إنهم أقوياء في هذه الدنيا لكنهم ضعفاء في عقولهم لأن العقل الشيعي قد صار مدفونا تحت ركام الخراء المرجعي المتكدس عليه والمتكلس لقد تكدس الخراء المرجعي على العقل الشيعي وتكلس وتحجر فمن هنا صار العقل الشيعي لا قيمة له وتحول المجتمع الشيعي إلى مجتمع ضعيف لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله دين الله هو دين العترة ولكنهم لكن هؤلاء العلماء ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل هم الأفضلون الحديث عن هؤلاء العلماء الذين تحدث عنهم إمامنا الهادي من أنهم من العلماء الداعين إلى قائم آل محمد والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب هؤلاء هم الأفضلون عند الله عز وجل تلاحظون أن الحديث يشدد على استعمال هذا المصطلح الضعفاء والمنقذين والمنقذين لضعفاء عباد الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها هؤلاء هم هم الذين تحدثت عنهم رواية التقليد وفي الكتاب نفسه هذه رواية التقليد في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إنها رواية طويلة لكنني أذهب إلى موطن الحاجة حيث يقول إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى في زماننا هذا وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الرواية هي هي موجودة في التفسير الشريف في تفسير إمامنا الحسن العسكري والكلام هنا عن ضعفاء الشيعة ويبقى الحديث عن ضعفاء الشيعة إنهم ضعفاء العقيدة إنهم ضعفاء العلم إنهم ضعفاء المعرفة إنهم ضعفاء وضعفاء 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 في ثقافة العترة الطاهرة لازلت أقرأ من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه صفحة 311 رقم الحديث 221 عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه علماء شيعتنا علماء شيعتنا هؤلاء بحسب العترة علماء لا بحسب حوزة الطوسي مر علينا في الحلقة الماضية من أن أئمتنا جعلوا ميزان التقييم فيما بين الشيعة بمقدار ما يحسنون من روايات العترة وهؤلاء الذين يحسنون أحاديث العترة الأئمة يشخصون الأحسن والأحسن منهم ومن هؤلاء المجموعة الأحسن يختارون الذي يكون فقيها الإمام الصادق يقول فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هذه المجموعة من مجموعة المحسنين لأحاديث العترة لروايات العترة ومنهم يخرج الأحسن فالأحسن ومن بين هؤلاء ينتخب الفقيه المفهم فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء حتى يكون محدثا فقيل أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث إنتخبت من المفهما الإمام الإمام يتحدث عن هؤلاء علماء شيعتنا مرابطونه في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته هذه ثغور العقيدة الثغور هي النهايات الثغور هي الحدود التي يمكن أن تخترق ومن هنا يقال لفم الإنسان بأنه ثغره يمثل نهاية وفي الوقت نفسه يمكن أن يخترق فالثغور هي النهايات التي يمكن أن تخترق علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته ماذا يصنعون؟ يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا أما مراجع النجف وكربلاء فماذا يفعلون بضعفاء الشيعة؟ إنهم ضعفاء العقيدة إنهم ضعفاء العقول مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل ماذا يفعلون؟ الإمام هكذا يقول الإمام يقول فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب فيضلونهم يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربلاء أما علماء العترة بمواصفات العترة لا بمواصفات الطوسيين والخوئيين والسيستانيين وغيرهم علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب أن يضحك عليهم أن يخدعوهم الذين يتابعون برامج هذه القناة ويتابعونها بدقة ويتابعون الإعادات لن يستطيع أصحاب العمائم في النجف وكربلاء أن يضحكوا عليهم لقد عرفوا الحقيقة لن يصبحوا حميراً ديخيين عند أصحاب العمائم من المجموعتين من المجموعة السوداء أو البيضاء أعني العمائم السوداء والعمائم البيضاء فلن يصبحوا حميراً ولن يصبحوا مضحكةً ومسخرةً لأن قناة القمر في برامجها تعطي تطعيماً ضد الفيروسات الطوسية والفيروسات الخوئية والفيروسات السستانية القذرة يمنعونهم يمنعون إبليس وعفاريته عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم ذلك الذي يحمل السلاح ويقاتل إنه يدافع عن ثغور البلاد عن الثغور العسكرية بينما علماء العترة يدافعون عن ثغور العقيدة عن ثغور دين العترة الطاهرة وماذا أيضا؟ هذا كتاب المحاسن للبرق من كتبنا القديمة وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة إنه الباب السادس باب البدع الحديث الخامس بسنده عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله إنه الصادق صلوات الله عليه قال سمعت أبا عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا به موكلا بالدين موكلا بأمر العترة الطاهرة موكلا به يذب عنه ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وبنوره يرد كيد الكائدين هناك تعبير جاء في الرواية ما بين قوسين يعني عن الضعفاء إما أن يكون التعبير قد ورد في نسخة من نسخ المحاسن وإما هو شرح من قبل الذين نقلوا الرواية والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لأن هذا العنوان منتشر في أحاديثهم علماء العترة هم الذين يدافعون عن ضعفاء الشيعة عن ضعفاء العقول صارت العقول ضعيفة بسبب الخراء الطوسي بسبب الخراء المرجعي النجفي الكربلائي الذي تكدس وتكلس على العقل الشيعي إن لله عند كل بدعة تكون بعدي وشر البدع هي البدع التي ينتجها الواقع الشيعي بدع سقيفة بني ساعدة لا تؤثر علينا انتهى زمان تأثيرها علينا مشكلتنا مع البدع الشيعي والواقع الشيعي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وهو يعيش بين البدع وفي كل يوم ينتج لنا الواقع الحوزوي الطوسي بدعا جديد رسول الله يقول إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا به موكلا بهذا الدين موكلا بهذا الإيمان موكلا بأمر العترة صلوات الله عليها موكلا به يذب عنه ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وبنوره يرد كيد الكائدين يعني عن الضعفاء فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله فاعتبروا عليكم أن تراقبوا الواقع الشيعي وأن تشخصوا البدع حتى تعرفوا أصحاب البدع وأن تشخصوا الذين يردون البدع كي تعرفوا الجهة التي يطمأن إليها هذا هو الذي يريده رسول الله حينما يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله توكلوا على الله إذا كنتم في المسار الصحيح عليكم أن تدققوا أين هي هذه البدع التي اصطنعت في الواقع الشيعي من الذي اصطنعها ومن الذي يحاربها كي تتمكنوا من معرفة المكان الصحيح الذي يمكنكم أن تضعوا أقدامكم فيه إن لله عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا به يذب عن ينطق بإلهام من الله ويعلن الحق وبنوره يرد كيد الكائدين يعني عن الضعفة فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله نذهب إلى فاصل في الكائف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار الأسوى طهران إيران هذا هو الجزء الأول في صفحة التاسعة والأربعين إنه الحديث الثاني مما جاء فيه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فانظروا علمكم هذا عن من تأخذونه إنه يتحدث عن علم ديننا فانظروا علمكم هذا عن من تأخذونه أعرف مصادر علم دينكم الشيعة ماذا يفعلون الشيعة هكذا يفعلون يعدون القماش الذي على الرأس والشعر الكثير الذي في الوجه يجعلون هذا مصدرا للعلم إمامنا صادق يقول لنا أعرف مصادر علم دينكم العمائم الكبيرة أكانت سوداء أم كانت بيضاء وهذا الشعر الكثير في الوجه ما هو بمصدر لعلم دين العترة الناس تجعل اللباس والمظاهر التي يضحك بها رجال الدين على أتباعهم يجعلون مصادر العلم الصحيح هي هذه إنكم حمير حمير إنكم حمير حينما تجعلون مصادر علم دين العترة بهذه الطريقة إنكم حمير وتستحقون أن يركب على ظهوركم فانظروا علمكم هذا عن من تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا الواقع موجود بيننا انظروا إلى المواقع الألكترونية وانظروا حتى إلى المكتبات التي تبيع الكتب وانظروا إلى تجمعات الشباب على الإنترنت أو على أرض الواقع في الأجواء الشعية ينتشر بينهم حديث النصيريين وحديث الغلات وحديث الضلال ينفون عنه تحريف الغالين هؤلاء هم الغالون وانتحال المبطلين المبطلون هم مراجع النجف وكربلا هؤلاء الذين ينتحلون مودة العترة والذين هم أشد على الشيعة من الدجال لماذا إمامنا الرضا يبين الحقيقة لنا لأنهم يوالون أعداءنا ويعادون أولياءنا فهؤلاء هم المبطلون الذين ينتحلون مودة أهل البيت يعتقدونها يتحدثون عنها لكنهم مبطلون ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هناك الكثير من الجاهلين في وسائل الإعلام وفي المساجد والحسينيات بعناوين ومن دون عنوين ضمن تجمعات ومن دون تجمعات يتحدثون باسم أهل البيت وبحديث أهل البيت وهم لا يفقهون شيئا من ذلك يرفضون حديث الغلات ويرفضون حديث المبطلين من مراجع النجفي وكربلاء اللعناء يتحدثون باسم أهل البيت وهم لا يفقهون شيئا هناك الكثير من العمائم على الشبكة العنكبوتية تتحدث باسم أهل البيت وهي لا تحسن أن تتلفظ شطرا من رواية بنحو صحيح هذا هو الواقع الموجود الذي نعيشه فابحثوا عن هؤلاء الذين يخلصونكم بالعلم والمنطق السليم الدين لا يأتي من طريق الأحلام والمنامات الدين لا يأتي من طريق المكاشفات والمشاهدات الصوفية والعرفانية الدين لا يأتي من خلال تذوق شخصي ومن خلال استحسانات خرقاء الدين لا ينشأ من قناعات شخصية هذا الأمر يعجبني وذاك الأمر لا يعجبني الدين له مصادر هناك المصادر الحقيقية التي تركها لنا رسول الله وبيّنها لنا في حديث الثقلين هذه مصادر الدين مصادر علم الدين الدين من هنا يؤخذ الدين لا يؤخذ من تحليل محلل يجمع ما بين حديث العترة وحديث أعدائها ثم بعد ذلك ينتج لنا شيئا جديدا مسخا لا علاقة له برسول الله وآل رسول الله الدين لا بد أن يكون نقيا ولا بد أن يكون صافيا ولا بد أن يؤخذ من العيون النقية الصافية هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله أما هذه الدوامات التي نعيشها الآن وتعيشها الشيعة وغير الشيعة أيضا كل مجموعة لها دواماتها التي ظلت تدور فيها كما تدور أحصنة النواعير تدور أحصنة النواعير وعيونها مشدودة لا ترى شيئا فانظروا علمكم هذا عن من تأخذونه هذا أولا فإن فينا أهل البيت الحديث عن العلم والحديث عن الرجال وهذا ما مر الكلام بخصوصه في الحلقة الماضية هناك إعداد للرجال وهناك علم محفوظ ضمن برنامج هندسة العترة لحفظ الدين فانظروا علمكم هذا عن من تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا في كل خلف في كل جيل في كل قرن من الناس فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الثقافة النصيرية التي بدأت تنتشر في أوساطنا هذه الثقافة هي التي يشير إليها إمامنا الصادق في كلماته هذه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين المبطلون هؤلاء مراجع النجف وكربلاء لأنهم يقدمون للشيعة دينا باطلا لا علاقة له بدين الحق بدين العترة الطاهرة وتأويل الجاهلين هؤلاء الذين يتحدثون وكأنهم على علم وعلى معرفة بثقافة العترة الطاهرة وهم لا يفقهون شيئا من أصحاب العمائم ومن غير أصحاب العمائم الشبكة العنكبوتية مشحونة بأمثال هؤلاء عليكم أن تميزوا عليكم أن تشخصوا عملية التشخيص والتمييز ما هي بعسيرة إنما تحتاجون إلى أن تسمعوا من الجميع وأن تسمعوا مقدارا تستطيعون من خلاله أن تميزوا بين هؤلاء المتحدثين حتى تصلوا إلى الجهة التي تستطيعون أن تثقوا بها وإلا ستبقون في متاهة ومن متاهة إلى متاهة العنوان الذي أتحدث عنه إعداد ساحة العمل هذه الروايات التي قرأتها عليكم تشير إلى هذا المضمون وهذه رواية واضحة جدا تتحدث عن أنهم صلوات الله عليه وبالتحديد إنه إمام زماننا هو الذي يعد من وراء ستار ساحة العمل هذه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وماذا يحدثنا زيد الزرات من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه وإنني أقرأ من كتابه الأصل المعروف بكتاب زيد الزرات أو بأصل زيد الزرات الذي ألف أيام الإمام الصادق صلوات الله عليه إنني أقرأ عليكم من مجموعة الأصول الستة عشر هذه الطبعة طبعة دار الحديث إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاث وعشرين هجري قمري قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة إنه الحديث العاشر عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إن لنا أوعيتان إنه يتحدث عن رجال مثل ما قال أمير المؤمنين لكميل في وصيته يا كميل إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها الإمام الباقر يتحدث عن نفس هذا المعنى إن لنا أوعيتان نملأها علما وحكما وليست لها بأهل فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة تأخذ منها بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها بالضبط كما هو حال الطوسي الطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة من هذه الأوعية لأنه نقل لنا الكثير من حديث أهل البيت في كتبه لكنه في الوقت نفسه نقل لنا الكثير والكثير والكثير من قذارة النواصب ونجاستهم مصداق واضح لهذه الأوعية السيئة التي يخبرنا عنها إمامنا الباقر صلوات الله عليه هذا جزء من إعداد الساحة لأن الظروف في بعض الأحيان هي التي تملي على واقع العمل أن يكون بهذه الصورة أو بهذه الهيئة فهذا هو الممكن تحقيقه إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فاخذوها ثم صفوها صفوها من الكدورة تأخذ منها بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها أقفز عليها تجاوزوها تنكبوها أقفز عليها تجاوزوها هذا بالضبط حال الطوسي كتب الطوسي فيها الكثير من حديث العترة وفيها الكثير من قذارات النواصب ونجاساتهم كيف نتعامل مع هذه الأوعية مثل ما يقول إمامنا الباقر أن نأخذ ما فيها من حديث العترة وأن نرفع الأوساخ والقذارات التي ألقى بها الطوسي على هذه الجواهر والدرر ننظفها وننقيها ثم نقفز على الطوسي وعلى الطوسيين جميعا ألا لعنة على دينهم وعلى منهجهم هذه الرواية رواية أساسية ومهمة جدا عليكم أن تقفوا عندها وأن تتدبروا فيها هذه الرواية لها الكثير من المصاديق في الواقع الشيعي حتى في زمان الأئمة صلوات الله عليهم فهناك من رواة الحديث ممن عاشوا في زمان الأئمة ممن تنطبق عليهم هذه الرواية أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في مضمون هذه الرواية لكنني أقول لكم لو دققتم النظر في برامج قناة القمر فإن قناة القمر تقوم بهذا الدور تقوم بإخراج الأحاديث والنصوص من جميع الأوعية من الأوعية النظيفة ومن الأوعية القذرة ثم تقوم برامج قناة القمر بإزالة القذارات والنجاسات التي ألقيت على تلك الجواهر الطاهرة بعد أن نزيل تلك القذارات والنجاسات الناصبية فإن نور تلك الجواهر يشرق ويتحقق معنى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور حينئذ لا نحتاج إلى منور ينور كلامهم لأن كلامهم هو هو بنفسه ينور نفسه وينور غيره لكن هذه العوارض قد طرأت عليه نرفع العوارض فيشرق النور جليا واضحا نذهب إلى فاصل قطعا كل الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية أو في هذه الحلقة إنه تحت رعاية وولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولا يكون هذا في حد الإلجاء التكوين في حد الجبر التكوين هذه الأمور التي ترتبط ببرنامج العترة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين إنها تقع في دائرة ألطاف الإمام ما بين الألطاف الجلية والألطاف الخفية القانون الأوسع والأشمل في ثقافة العترة الطاهرة ما ذكرته الزيارة الجامعة الكبيرة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دستورنا العقائدي الشيعي الأهم من الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هذا هو القانون الأوسع هذه الجملة الوجيزة تخبرنا عن ولاية المعصوم الكونية أولا والتكوينية ثانيا الولاية الكونية أوسع بكثير من الولاية التكوينية الولاية التكوينية تأتي في سياق الولاية الكونية الولاية الكونية وهي الولاية الربوبية الأوسع الولاية التكوينية وبعد ذلك تأتي الولاية التشريعية وحينما نتحدث عن الولاية التشريعية فهذه الولاية لها جهتان جهة ترتبط بأنفسنا بالأنفس بأنفس البشر وغير البشر ممن يلزمون بدين الله علاقة هذه الأنفس بالدين هذا وجه من وجوه الولاية التشريعية حينما نتحدث عن الولاية التشريعية فليس الحديث عن تشريع الشرائع تشريع الشرائع وجه من وجوه الولاية التشريعية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه الولاية فيها جهة تكوينية وفيها جهة تشريعية باعتبار أنه هو الحاكم وفيها جهة تشريعية ثانية ترتبط بالأنفس علاقة هذه الأنفس بدين العترة الطاهرة بدين الإمام المعصوم ما جاء في الروايات والأحاديث من أن الله إذا إذا أراد برجل خيرا أدخله في هذا الأمر في دين العترة برغم أنفه برغم أنفه وإذا لم يرد به خيرا أخرجه من هذا الأمر برغم أنفه هذا المضمون تكرر في أحاديث العترة الطاهرة الذي يريدونه يحبونه لماذا أرادوه لماذا أحبوه هذا هو شأنهم يدخلونه في هذا الأمر برغم أنفه برغم أنفه والذي لا يريدونه ولا يحبونه يخرجونه من هذا الأمر برغم أنفه الأحاديث واضحة في هذا وهي تنسجم مع منطق القرآن في مسألة أن الله يهدي من يشاء وأنه يضل من يشاء هذا هو منطق القرآن عمليا ينفذ على أرض الواقع بهذه الطريقة منطق القرآن من أوله إلى آخره فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء على أي أساس بحسب حكمته بحسب ما يريده هو وانتهينا ولا يوجد تعليق بعد هذا هل هناك من تعليق على الذي يريده الله لا أريد أن أسف كثيرا في هذه الجهة وإنما أعود إلى القانون الأوسع وذل كل شيء لكم تحت خيمة هذا القانون يتفرع قانون تشير إليه الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ليس الحديث عن الناس وليس الحديث عن الناس والملائكة مثلا هذا حديث عن الخلق عموما وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وليس الحديث عن القيامة نحن في هذه الدنيا نأوب إليهم وحسابنا عليهم أيضا في هذه الدنيا هناك حساب في هذه الدنيا هناك حساب وحساب دقيق ومعنى سرعة الحساب من أن الله سريع الحساب سرعة الحساب هذه تكون في الدنيا بل في كل مرحلة من مراحل الوجود ما قبل الدنيا وفي الدنيا وما بعد الدنيا إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذه القضية ترتبط بالخلق وبالرزق والقرآن حدثنا القرآن حدثنا عن خالقين وعن رازقين الله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين ولكنه خلق خالقين أيضا الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين ولكنه جعل رازقين في هذا الكون هو جعلهم رازقين وهؤلاء وإياب الخالق وإياب الخالق إليكم وحسابهم عليكم دون هذين القانونين يأتي قانون البداء قانون البداء مع سعته وشموله لكنه يقع بعد هذين القانونين القانون الأعلى وذل كل شيء لكم ويتفرع عنه قانون إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم مثل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وهنا يأتي قانون البداء والبداء منهما هو تكويني ومنهما هو تشريعي فعملية النسخ هي عملية بداء في الأفق التشريعي إن كان نسخا في الكتاب أو كان نسخا في الحديث فمثل ما هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن هناك ناسخ ومنسوخ في حديث العترة وهذه الحقائق بيّنوها لنا واقع الحياة يحتاج هذا النظام واقع الحياة يحتاج أن يكون الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ وكذلك واقع الحياة يحتاج أن يكون الحديث فيه ناسخ ومنسوخ تلك هي حكمة الله التي تجلت فيهم وتلك هي حكمة دين العترة التي هي مجلى حكمتهم الإلهية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحت قانون البداء يأتي قانون التوفيق والخذلان وهذا القانون له جنبة تكوينية وله جنبة تشريعية في الجنبة التشريعية التوفيق والخذلان يرافقنا في كل ثانية من ثواني حياتنا من تطبيقات هذا القانون الذي يحيط بنا ويحيط بجميع شؤون حياتنا الدينية والدنيوية من تطبيقاته إذا ما جاء الإنسان بعمل صالح فإن العمل الصالح سيوفقه سيطبق القانون هنا العمل الصالح سيكون سبباً لتوفيق الإنسان إما لأن يقوم بعمل صالح يكون مساوياً للعمل السابق وربما يكون أفضل وإما أن يكون العمل الصالح مانعاً له عن ارتكاب عمل سيئ قد يكون مستوى سوئه بمستوى صلاح العمل الذي قام به وربما يكون مستوى سوئه أكثر بكثير من مستوى صلاح عمله على سبيل المقابلة والمناقضة فليس هناك من موافقة في مستوى الصلاح ومستوى الفساد لكنني أتحدث عن حالة المناقضة والمنافرة وإذا ما جاء بعمل طالح بعمل فاسد فإن العمل الفاسد سيكون سبباً في خذلانه إما أن يرتكب عملاً فاسداً بمستوى فساد العمل الذي ارتكبه أو ربما بحالة أسوأ أو أنه يمنع عن الإتيان بعمل صالح قد يكون مستوى صلاحه بمستوى سوء عمله من جهة المناقضة والمنافرة أو يكون مستوى العمل الصالح الذي يخذل عن الإتيان به بدرجة أشد إذا نظرنا إلى جهة المناقضة والمنافرة هذه تطبيقات من تطبيقات قانون التوفيق والخذلان وهذا القانون يتفرع عن قانون البداء وتحت قانون التوفيق والخذلان يأتي قانون الإبتلاء وقانون الإبتلاء قد يكون عقوبة وقد يكون توفيقا وقد يكون حماية قد يكون عقوبة وهذه العقوبة تعجل له في الدنيا كي لا يعاقب في الآخرة وربما سوء عمله وقبح عمله يؤدي إلى تعجيل العقوبة بغض النظر عن أن العقوبة في الآخرة ترفع أو لا ترفع وقد يكون الإبتلاء توفيقا فحينما يبتلى المؤمن ويبقى صابرا ويبقى مصرا على العمل الصالح وعلى الثبات في منهج علي وآل علي حينما يبقى صابرا ومصابرا ومرابطا ومرابطا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا فحينما يأتي الإبتلاء يكون توفيقا وقد يكون حماية الإنسان حينما يصاب الإنسان بمرض عضال بمرض شديد أصيب بهذا المرض كي لا يكون جزءا من مجموعة ضالة لأنه لو لم يصاب بهذا المرض فإنه كان يتحرك بذلك الاتجاه وربما سيكون ظالما لضعفاء الناس وربما يكون ظالما لأولياء الله فينزل عليه من البلاء ومن الإبتلاء ما يشغله بنفسه فيكون الإبتلاء حاميا وحارسا وهذا موضوع كبير كبير هذه طبقة القوانين التي يعمل برنامج هندسة العترة لحفظ الدين في ظلالها وذل كل شيء لكم ودون هذا القانون وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ودون هذا القانون البداء ودون البداء التوفيق والخذلان ودون ذلك قانون الإبتلاء برنامج هندسة العترة لحفظ الدين يتحرك في ظلال هذه القوانين فليس هناك من إلجاء تكوينيين قد يكون في بعض الأحيان للضرورات ليس هناك من إلجاء تكوينيين وليس هناك من إلجاء تشريعيين إنما يهيئ الإمام المعصوم على الأجواء التي تسمح لأوليائه أن يتحرك في الاتجاه الصحيح وفي الوقت نفسه فإن حركة المنغصات تبقى موجودة وفي الوقت نفسه فإن قانون الإبتلاء يبقى نشطا متحركا فإذا ما نزل البلاء عليه وحال فيما بينه وبين أن يكمل مسيرته ضمن برنامج الهندسة هذا فإن الأمر بسببه لسوء نية عنده لسيئة ارتكبها وما كان يحق له أن يرتكبها لأن الأسباب والظروف المهيئة له لو استغلها كان بإمكانه أن يتجاوز هذه السيئة التي أوقع نفسه فيها برغبة منه وبشهوة دفعته إليها هكذا تتحرك القوانين وهذه لقطات لقطات خاطفة الموضوع واسع جدا بسعة القرآن وبسعة معارف العترة الطاهرة هذه المطالب لا يحدثكم أحد عنها لأنهم لا يفقهونها هؤلاء يحدثونكم بجهالاته ولذا لا تلوموني أن أصف أفكارهم وأحاديثهم وعقائدهم بالمنظومة العقائدية الخرائية لا تلوموني أن أستعمل هذه التعابير لأنني لا أجد طريقة أكشف فيها وأبين فيها وأوضح فيها قذارة الذي يقومون به أريد أن أقارن بين عطاء العترة الطاهرة وبين قذارة هؤلاء من الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان هؤلاء مقلع من مقالع الجهل ومنجم من مناجم السفاهة والقذارة أي نواه من لصاحب الزمان دين صاحب الزمان يتحرك ضمن هذه القوانين وفي أطر هذه الثقافة وفي فناء هذا القرآن الذي يفسر بحقائق علوم العترة الطاهرة فأين هذا من هذا هل يمكن أن نقارن بين القرآن والخراء هل هناك من وجه للمقارنة بين القرآن والخراء هذه مقارنة لا يمكن أن تكون مقارنة مستحيلة يمكننا أن نقارن بين القرآن وحديث العترة يمكننا أن نقارن بين القرآن والإنجيل والتوراة ولكن لا يمكننا أن نقارن بين القرآن والخراء لا يمكن هذا لا وجه للمقارنة ولا معنى للمقارنة هنا هذا هو الفارق بين التشيع للعترة الطاهرة والتشيع لمراجع النجف وكربلا نذهب إلى فاصل تم الكلام في المقطع الرابع إعداد ساحة العمل ضمن القوانين التي حدثتكم عنها بالإجمال المقطع الخامس هناك حزمة القوانين التي لا تختلف ولا تتخلف هذه حزمة القوانين التي سأشير إليها هي التي تنظم العلاقة فيما بين الإمام وشيعته القوانين التي حدثتكم عنها قبل قليل تلك هي القوانين الحاكمة تكوينا وتشريعا وفي ظلها تتحرك هندسة العترة لحفظ الدين في جهة إعداد الرجال وفي جهة إعداد ساحة العمل أما القوانين التي أشير إليها الآن هي التي تنظم العلاقة فيما بين الشيعة وإمامهم والإمام لا يتدخل فيها نحن الذين نتدخل فيها القوانين التي ذكرتها قبل قليل نحن لا نفعلها الإمام هو الذي يفعلها وذل كل شيء لكم عياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم قانون البداء قانون التوفيق والخذلان قانون الإبتلاء هذه القوانين نحن لا نستطيع أن نفعلها الذي يفعلها الإمام المعصوم أما حزمة القوانين التي سأحدثكم عنها هذه راجعة إلينا ألا تلاحظون دقة الهندسة وعظمة الهندسة وجمالها وإبداعها واتساقها هناك حزمة من القوانين نحن الذين نفعلها تارة نفعلها بعقائدنا وأخرى نفعلها بنوايانا وأخرى نفعلها بمواقفنا من العترة الطاهرة وأخرى نفعلها بأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وبكل شؤوننا بكل شؤوننا الدينية والدنيوية من هذه القوانين ما أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة وفاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم هذه القوانين نحن الذين نفعلها الإمام المعصوم لا يفعلها نحن الذين نفعلها التوفيق والخذلان الإمام هو الذي يفعله قانون التوفيق والخدلان من نتائج قانون التوفيق والخدلان قد نتحرك من عند أنفسنا باتجاه هذه القوانين كي نفعلها وفاز من تمسك بكم أنا الذي أتمسك به أنا الذي أفعل قانون الفوز هنا حينما أتمسك بهم فإنني قد ضغطت على زر الفوز وأمن من لجأ إليكم حينما ألجأ إليهم حقيقة إنني قد ضغطت على زر الأمان وسلم من صدقكم هذا هو زر السلامة وهدي من اعتصم بكم هذا هو زر الهداية هذه أزرار يقول القائل من أن الأمر هذا لا يحصل بكبسة زر هنا يحصل الأمر بكبسة زر ولكن عليك أن تشخص موضع الأزرار وأن تعرف كيف تتعامل معها وحينئذ سيحصل الأمر بكبسة زر وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم دنيا ودين دنيا وآخرة في جميع الاتجاهات إنهم سفينة النجاة سفينة النجاة إنها نجاة في الدين والدنيا إنها نجاة في الدنيا والآخرة إنها نجاة للجسد والروح إنها نجاة للعقل والقلب إنها نجاة للضمير والفطرة وفاز من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم قانون آخر أيضا نحن الذين نفعله قلت لكم حزمة القوانين هذه نحن الذين نكبس أزرارها وجعل صلاتنا عليكم سادتي أوليائي أئمتي يا رسول الله ويا آل رسول الله وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا هذا الأمر بأيدينا نحن الذين نفعله وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتسكية لنا وكفارة لذنوبنا هذا القانون يمشي مع القانون المتقدم القانون المتقدم وفاز من تمسك بكم أولا وأمنا من لجأ إليكم ثانيا وسلم من صدقكم ثالثا وهدي من اعتصم بكم رابعا وهنا وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا أولا وطهارة لأنفسنا ثانيا وتزكية لنا ثالثا وكفارة لذنوبنا رابعا أي نظام وأي اتساق وأي نسق من الجمال التعبيري ومن النظام الهندسي وهذه العبائر لم تأتي متصلة ببعضها فيما بين العبائر الأولى والعبائر الثانية هناك الكثير من الكلام إلا أن نظما هندسيا دقيقا فيما بين هذه القوانين والتي ترك تفعيلها العينة هذا القانون الذي يجمل كل الكلام إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والستون بسنده بسند الصدوق عن إبراهيم ابن أبي محمود رواية طويلة إنما أذهب إلى لبابها بل إلى لباب لبابها بل إلى ما هو أعمق من لباب لبابها إمامنا الرضا وضع لنا هذا القانون فإنه يا أيها الذين تقولون إننا شيعة استمعوا إلى قوانين أئمتكم والتي أوكل أمر تفعيلها إليكم أعطونا الولاية أن نتصرف بهذه القوانين هذا عطاء علي وآل علي لنا الأمر راجع إلينا نحن الأولياء هنا فإنه الرضا يقول فإنه من لزمنا لزمنا الأمر راجع إلينا إذا التزمنا بهم التزموا بنا فإنه من لزمنا لزمنا وماذا بعد يعنيس النفوس ومن فارقنا فارقنا القضية راجعة إلينا ليست إليهم قوانينهم تقدم الحديث عنها هذه قوانيننا أية عدالة هذه لقد قسموا الولاية فيما بيننا وبينهم هل نستحق هذا أية كرامة هذه وأي لطف هذا وأي سخاء هذا وأي جود هذا ولا توجد تعابير أخرى التعابير الأخرى ترادف هذه المعاني وهي قاصرة عن الذي تتحدث هذه الحقائق عنه فإنه صادق صدق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن القائم عن قائم آل محمد عن إمام زماننا الحجة بن الحسن فماذا فماذا قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي ضعوا هذه إلى جنب هذه وطلقوا العلم كله كل العلم هنا وكل المعرفة هنا وكل العقيدة هنا هذه خلاصة للدين في أرقى مراق ما يمكن أن يكون عليه الدين كلمة الرضا صلوات الله عليه فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه نضيف إليها الكلمة الذهبية الصادقية لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي ما هي النتائج ما هي النتائج يا من تبحثون عن النتائج هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إنها رواية التقليد نذهب نذهب ونعود إليها إنها طبعة التي أشرت إليها قبل قليل بعد أن يتحدث الصادق عن مراجع الضلال الطوسيين الذين هم ألعنوا من حرملة وألعنوا من شمر مثل ما يقول هو في حديثه الشريف هذا يحول الكلام إلى عوام الشيعة ليس الذين يؤلهون هؤلاء الأنجاس وإنما هم الذين يبحثون عن إمام زمانهم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الحديث عن إمام زماننا لم يتركه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من توفيق وهذا قانون التوفيق والخدلان هذه تطبيقات على الذي أحدثكم عنه ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الملبس الكافر ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هذه هي النتائج التي يعضد بعضها بعضا وتلاحظون أن الأحاديث ترسم لكم مسارا واضحا وطريقا بينا وتضع لكم علامات السير على هذا الطريق وتضيع لكم الأنوار على جانبي الطريق فهو طريق العترة واضح واضح مثل ما يقولون من أنه أبين من هذه الشمس أبين من هذه الشمس وحق العترة طريقهم أبين من هذه الشمس نذهب إلى فاصل المقطع الخامس تم الكلام فيه حزمة القوانين التي لا تختلف ولا تتخلف إنها القوانين التي أزرارها بأيدينا خلاصة القول فيها ومن لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه هذه الكلمة توجز لنا كل الحقيقة المقطع السادس الخارطة الواضحة تلاحظون أن الأئمة وضعون في منظومة متكاملة أولا أخبرونا بما سيكون عليه الواقع وماذا يجب علينا أن نفعل ومر الكلام في هذا بينوا لنا المسار والعاقبة للواقع الذي نعيش فيه لم يهتركون هكذا ثم جعلوا أمرهم أبين من الشمس ومر الحديث في هذا وذلك عبر إعداد الرجال بطريقة مميزة بحيث يستطيع الشيعي أن يشخصهم لا يحتاج إلى جهد جهيد في تشخيصهم إلا إذا أرد أن يبقى على الحال الذي هو عليه تلك مشكلته هناك هناك مثل شائع في الثقافة الشعبية العراقية يحاول رجال الدين خصوصا في هذه الأيام وفي السنوات الأخيرة من أن ينشروه بين الشيعة في الأوساط المجتمعية العراقية ماذا يقول هذا الكلام الشعبي المثل الشعبي مو الزيان اللي تعرفه أحسن من زيان اللي ما تعرفه أنت جاء توصفه تقول زيان يعني تعرفه المثل متناقض ولكنهم يريدون أن يقولوا لهم احنا صحيح مزيان بس انتم تعرفون واحنا نعرفكم فلا تبحثوا عن جهة تتصورون من أنها الجهة صالحة لنبقى معا كي نكمل الطريق فمو الزيان اللي تعرفه أحسن من زيان اللي ما تعرفه مو أنت جاي تقول عنه زيان يعني تعرفه وهم شيطاني بالضبط مثل ما يعلمونهم حطها برقبة عالم واطلع منها سالم أي عالم هذا هذا الكلام صحيح إذا كنا نتحدث عن الإمام المعصوم غير الإمام المعصوم لا يصح هذا الكلام معه مع المعصوم نعم حطها برقبة عالم واطلع منها سالم مسلم قبل قليل كنا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وسلم من صدقكم هذه هي السلامة والسلم والسلام والسالمية والتسليم وقولوا ما تشاءون مع محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط حتى مع رواة حديثهم لا يصح هذا الكلام إلا إذا المعصوم قال لنا هذا رويه الحديث هذا فلان ابن فلان من المعصوم ينطبق عليه هذا الكلام حطه برقبة عالم واطلع منها سالم هذا لا يصدق إلا مع المعصوم أو أن المعصوم يعين لنا شخصا ويقول من أن الكلام هذا ينطبق على هذا الشخص وإلا فحتى خيار رواة الحديث وعظماء رواة الحديث لا ينطبق عليهم هذا الكلام لأن الأئمة هكذا قالوا للشيعة أعرفوا منازل الرجال عندنا أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم منا هذا يعني أنهم يختلفون وأمر معرفتهم أرجعه الأئمة إلى الشيعة أنفسهم فكيف يكون هؤلاء بهذه المنزلة حطها برقبة عالم واطلع منها سالم إذا كان تشخيصهم يعود إلى الشيعة لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن التشخيص يكون من قبل أهل الخبرة هذا الكلام ليس موجودا لا في القرآن ولا في حديث العترة أنتم تشخصون الأنبياء أنتم تشخصون الله تعرفون الله وتعرفون الأنبياء من دون الرجوع إلى أهل الخبرة من ذول النعل المقطعة نحتاج في معرفتهم وتشخيصهم إلى ذوي الخبرة من ذول الحمير النصوص تأمرنا في القرآن وفي حديث العترة الطاهرة من أننا نقوم بأنفسنا في معرفة الله أن نعرف الله وأن نعرف رسول الله وأن نعرف إمام زماننا ما قالوا لنا ارجعوا إلى أهل الخبرة في معرفة إمام زمانكم فمن هؤلاء الحمير الذين نحن نعجز عن معرفتهم حتى نحتاج إلى ذوي الخبرة في تشخيصهم ما هم طيحظهم واضحين ومبينين الصلاة ما يعرفون يصلون شلمتين على بعضهم ما يعرفون يتكلمون بطريقة صحيحة أنا لا أتحدث هنا عن شخص عربي أو غير عربي هل جميع في سلة واحدة إذا كانوا لا يحسنون الكلام فإنهم لا يحسنون الكتابة أيضا كتبهم بياناتهم هؤلاء لا يحسنون شيئاً في باب اختصاصه وهذا يدل على فشله وهذا يدل على عدم توفيقه لا يضحكون عليكم الأئمة يقولون لنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا هذا أمر واضح للجميع فانظروا إلى الجميع من هو هذا الذي يحدثكم بأحاديث أهل البيت من هؤلاء الذين يقالوا لهم عن مراجع والله لو حدثوكم ستجدونهم مضحكة مسخرة لا يحسنون تلفظ الأحاديث ولا يحسنون فهمها مثل ما نقول في التعابير الشعبية العراقية ذول يخوطون بصف الاستكان يثردون بصف الماعون هذا هو واقعهم على أي حال إذن أئمتنا صلوات الله عليهم كشفوا لنا عن الواقع في قادم الأيام عن واقعنا وعرفون كيف نتصرف في ذلك الواقع وجعلوا منهاجهم أبين من الشمس وأعدوا رجالا لذلك وأعدوا ساحة العمل ضمن القوانين التي ترتبط بهم وشرعوا لنا حزمة القوانين التي ترتبط بنا وبعد ذلك وضعوا لنا الخارطة الواضحة هذه الخارطة الواضحة أطروها بإطارين الإطار الخارجي حديث الثقلين والإطار الداخلي وهو المركز بيعة الغدير فرسموا لنا الخارطة الواضحة بإطارها الخارجي الذي هو حديث الثقلين ومر الكلام عن حديث الثقلين في الحلقات المتقدمة وأما الإطار الداخلي المركزي بيعة الغدير وأخذ رسول الله علينا العهود والمواثيق أن نتمسك بالقرآن أولا وأن نأخذ التفسير من علي فقط وأن نتعلم قواعد الفهم من علي فقط إنه المنطق العلوي هذا علي يفهمكم بعدي على هذا بايعنا أنا أسألكم أنتم أنتم الذين تقولون نحن شيعة هل تعرفون على ماذا بايعتم في الغدير لو أن واحدا منكم ذهب ولده إلى شركة أو إلى مؤسسة اقتصادية أو إلى تاجر في السوق وتعاقد معه بعقد وأمضى العقد من دون أن يقرأ ما كتب في ذلك العقد ألا تصف ولدك بأنه حمار لأنه وقع على عقد من دون أن يقرأ تفاصيل العقد أنتم تقولون من أنكم بايعتم بيعة الغدير تعرفون تفاصيلها وهذا عقد ليس لأمر دنيوي محدود هذا عقد للدنيا بتمامها لحياتكم الدنيوية بتمامها وعقد لدينكم في الدنيا وعقد لنجاتكم في الآخرة هذا هو عقد بيعة الغدير هل قرأتهم العقد هل علمكم أحد ماذا كان مذكورا في عقد بيعة الغدير في تفاصيلها في شرائطها في مواثيقها في عهودها أساسا أنتم بايعتم بيعة الغدير وإذا ما بايعتم بيعة الغدير فهل تعرفون مواثيق البيعة التي بايعتم أم أنكم دون الحمير إذا كنتم تصفون أولادكم إذا ما وقعوا عقدا في أمر محدود من دون أن يقرأوا العقود بأنهم حمير فأنتم بايعتم بيعة الغدير التي هي للدنيا كلها لحياتكم كلها ولدينكم كله هنا على الأرض وفي الآخرة فإنكم دون الحمير بمراتب ومراتب وتستحقون أن تكونوا حميرا ديخيين يصعد على ظهوركم المراجع العظام أتحفون 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 بالوثيقة الدخية المباركة ووالله لا أدري كيف أجازي كمال الحيدري لقد اختصر علي الطريقة كثيرا كثيرا اختصر الطريقة علي كثيرا بالوثيقة الدخية هذه إلى الوثيقة الديخية المباركة ما لدي أجيب الأسمان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل النوبة إلي قال توصل واطمئنن تركبهم يعني بش اشي يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أثبت خمسة قال إلي مستعجب مجدها قولنا تركب يعني قلاغا أهميشيني كيف مارسون قلاغا أهميشيني كيف أهميشيني أهميشيني كيف أهميش أهميش ديخ عربي أهميش ونص عباطل كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسمان عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم صار واضحا لدينا هناك خارطة واضحة بغض النظر هل هي واضحة عند الشيعة الديخيين أم لم تكن تلك مشكلتها لكن العترة الطاهرة وضعت خارطة واضحة إطارها الخارجي حديث الثقلين وإطارها الداخلي مركزها بيعة الغدير التي تستند إلى أن تكون عقولنا تفكر وفقا للمنطق العلوي وقد حدثتكم فيما سلف عن المنطق العلوي وعن أهم قواعده من كلام عليا ومن كلام عليا فقط وكلام علي علي الكلام ولا نقاش في هذا المقطع السابع إذن تجمعت لنا الصورة الكاملة إلى أن وصلنا إلى الخارطة الواضحة ومن بعد الحديث عن الخارطة الواضحة أنتقل بكم للحديث في المقطع السابع من مقاطع كلامي في الحلقة الماضية وهذه البرنامج العملي والتطبيق البرنامج العملي والتطبيق وقت الحلقة قارب على الانتهاء قطعا لن أستطيع أن أكمل الحديث لكنني سأحدثكم عن أهم نقطة في هذا البرنامج العملي والتطبيق هذه النقطة الأساسية في هذا البرنامج أنهم صلوات الله عليهم جعلوا القرآن قاعدة المعلومات الأولى والرئيسة قاعدة معلوماتنا الأولى والرئيسة القرآن مرجعيتنا المعرفية القرآن ولكن بشرط أن يكون بتفسيرهم القرآن جعل هذا لست أنا لست أنا القرآن القرآن حين أرجعنا الأئمة إليه القرآن هو نفسه يقول لنا من أنني مرجع ترجعون لي في كل شيء ولكن بشرط أن أكون مفسرا بتفسيرهم لا بتفسير غيرهم ولا بتفسيركم أنتم تعالوا معي إلى الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إذا أردنا أن نعرف حقائق ديننا فإن حقائق ديننا في هذا الكتاب السؤال هنا هل أستطيع أن أصل إلى ذلك الجواب كلا إذن لابد من جهة تكشف الحقائق لنا إنه حديث الثقلين الإطار الخارجي للخارطة إنها بيعة الغدير التي اشترط علينا فيها رسول الله أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وأن لا نأخذ الفهم في الدين إلا من علي ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين في سورة الإسراء وفي الآية التاسعة بعد البسملة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فإذا أردنا أن نعرف الحقيقة الأقوام نعود إليه لماذا؟ لأن القرآن قال عن نفسه من أنه تبيان لكل شيء اجمعوا بين هذه الآيات ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فأي شيء عندنا نريد أن نختبر صحته أن نتأكد من دقته أتحدث عن أمور ديننا نعود به إلى القرآن كي نعرف الحقيقة الأقوام إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام الآية واضحة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فإذا كنت في حيرة بين أمرين أعود إليه لماذا أعود إليه؟ لأنه يهدي للتي هي أقوام وكيف ذلك؟ لأنه تبيان لكل شيء لكنني لا أدرك هذا التبيان القرآن هو الذي قال في سورة النحل في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الناس لا يفسرون القرآن وإنما يأخذون التفسير منك وقد ينتفعون منه وقد لا ينتفعون منه ولعلهم يتفكرون حتى ينتفعوا من التفسير وربما لا يتفكرون فليس هناك من منفعة حاصلة بالنسبة له لكن الآية واضحة من أن البيانة يكون من عند رسول الله وفي الآية الرابعة والستين من السورة نفسها وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون البيان والتفسير محصور برسول الله الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران بيّنت لنا من أن رسول الله ومعه جمع هؤلاء هم الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما جاء في سورة القيامة في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ حَتَّى فِي الْقِرَاءَةِ وَالْتِلَاوَةِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ الْبَيَانُ لَا نَعُودُ فِيهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَالْرَاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ هَلَّذِي يَجْمَعُ الْقُرْآنَ فِي عَالَمِ الْأَرْضِ هُوَ اللَّهُ أَمْ أَنَّهُ أَوْكَلَ جَمْعَهُ إِلَى الَّذِينَ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ إن علينا جمعه وقرآنه هؤلاء هم الراسخون في العلم الذين يجمعون القرآن للناس وليس لأنفسهم هم لا يحتاجون إلى جمع القرآن لأن حقائق القرآن جزء من تكوينه فلا يحتاجون إلى جمع القرآن لأنفسهم وإنما يجمعون القرآن عبر الأسباب الطبيعية مثل ما فعل أمير المؤمنين حينما جمع القرآن وجاء به إلى الصحابة ورفضوه بعد استشهاد رسول الله وبعد خيانتهم لرسول الله وبعد قتلهم لرسول الله وبعد إنكارهم لبيعة الغدير وبعد ما فعلوا في سقيفة بني ساعدة جاءهم بالقرآن بعد أن جمعه بحسب الأسباب الطبيعية وإلا فإن أمير المؤمنين ليس محتاجا لجمع القرآن القرآن جزء من تكوينه هو لا ينفك عن القرآن والقرآن لا ينفك عنه علي مع القرآن والقرآن مع علي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا المضمون موجود في كتبنا وفي كتب السنة أيضا يضعفون هذه الأحاديث فهل نستغرب هذا ما هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم لكن القرآن يكذبهم حقائق القرآن تصفعهم على وجوههم إن علينا جمعه وقرآنه الله سبحانه وتعالى ما نزل إلى الأرض وجمعه القرآن ولكنه أوكل إلى الذين أوكل إليهم قرآنه كي يجمعوه أما الصحابة عبثوا بالقرآن حينما جمعوه فإن الله لم يوكل إليهم جمع القرآن وإنما أوكل جمع القرآن إلى أولئك الذين قال عنهم في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم هؤلاء هم المؤهلون لجمع القرآن إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وهؤلاء هم المؤهلون للقراءة الصحيحة ثم إن علينا بيانه فهناك جمع وهناك قراءة وهناك بيان هناك تفسير لهذا القرآن وهذا البيان إنما نأخذه منهم صلوات الله عليه فهم الراسقون في العلم إذن هذا القرآن أمرنا أن نأخذ التفسير منهم وهذا يعني أن القرآن قد أرجعنا إلى حديثهم حينما أرجعنا القرآن إلى حديثهم هذا يعني أن أحاديثهم التفسيرية هي أحاديث صحيحة ربما طرأ عليها تحريف تصحيف لكننا نحن الذين نقول إننا رواة حديث ما هو عمل عملنا ننظف ونزيل الأوساخ من فناء تلك الأحاديث لماذا أرجع الأئمة الشيعة إلى رواة الأحاديث كي ينظف أفنية تلك الأحاديث من القذارة التي لحقت بأفنيتها الأخطاء البشرية إن كانت مقصودة أو لم تكن القرآن واضح وواضح جدا أرجعنا في تفسير نفسه إلى الأئمة إلى العترة وهذا هو رأس البرنامج العملي والتطبيق قلت لكم المقطع السابع من مقاطع حديثي في هذا الموضوع البرنامج العملي والتطبيق بداية هذا البرنامج من القرآن لأن الأئمة جعلوا القرآن لنا قاعدة المعلومات الأولى وقاعدة المعلومات الرئيسة فرجعنا إلى قاعدة المعلومات هذه فإذا بالقرآن يقول لنا من أنني تبيان لكل شيء يا أيها القرآن نحن لا ندرك شيئا من هذا الذي تتحدث عنه فقال لنا عودوا إلى الذين يعرفون أسراري إنهم أولئك الذين وصفتهم في سورة آل عمران بالراسخين في العلم فخذوا البيان منهم هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن مثل ما يقال له قرآن مثل ما يريد الله وهؤلاء هم الذين يقرؤون القرآن مثل ما يريد الله وهؤلاء هم الذين يبينون القرآن مثل ما يريد الله أما غيرهم من الأعراب ومن البدو من الذين يقال لهم الصحابة هؤلاء لا علاقة لهم بالقرآن لا في جمعه ولا في قراءته ولا في بيانه وإنما تلك أضحوكة ضحك بها على هذه الأمة ولا زالت هذه الأمة مضحكتان هذه حقائق القرآن فأنا لا أحدثكم من كتاب شيعي قد تجدون حقا لأنفسكم أن ترفضوه أو أن تشكك فيه هذا هو القرآن بنفسه القرآن الذي أقرأ منه هو القرآن الذي عندكم في مكاتبكم وفي مدارسكم وفي مساجدكم وفي بيوتكم وهذه الحقائق واضحة جلية لا تحتاج إلى كثير من اللف والدوران إذا كان الإنسان صادقا مع نفسه وإذا كان الباحث عن الحقيقة مخلصا في بحثه عن الحقيقة